موسيقى البواسير هي أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية والتي في حالتها الطبيعية تساعد على التحكم في البراز وتصبح مرضية عندما تتضخم أو تلتهب وفي هذه الحالة يسمى مرض البواسير أعراض البواسير تعتمد على نوع ودرجة الالتها حيث أن البواسير الداخلية عالة لا تسبب نصفا شرجيا مؤلما بينما البواسير الخارجية فقد تنتج عنها بعض الأعراض أو إذا كانت مصابرة بالخثار فالألم يكون كبيرا مع تضخم في منطقة فتحة الشرج يعزو الكثير من الناس خطأ أي أعراض تحدث عند منطقة الشرج إلى البواسير بينما تكون هناك مسببات أخطر لتلك الأعراض من الواجب استبعادها لا يعرف سبب محدد للبواسير ولكن هناك عدة عوامل تزيد من الضغط داخل البطن وبالذات الإمساك الذي يعتقد أنه يلعب دورا كبيرا في زيارة حجمها وتشفى البواسير نتيجة لتجمع الدم بطريقة غير طبيعية وغير معتادة في أوردة منطقة الشرج ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم داخلها وبالتالي لا تتحمل جدران الأوعية الوريدية ذلك الحال وتبدأ بالتمدد والانتفاخ الأمر الذي يجعلها مؤلمة وخاصة عند الجلوس يشمل العلاج المبدئي للحالات الخفيفة إلى المتوسطة الاكثار من تناول الألياف والسواء للحفاظ على ترطيب الجسم ومضادات الالتهاب غير السترويدية للتخلص من الألم والحصول على الراحة أما في حالة الأعراض الحادة أو عدم جدوى المعالجة الوقائية يمكن القيام بعدة إجراءات صغيرة في حال فشلت تلك الإجراءات يكون التدخل الجراحي هو الحل الأخير تصيب البواسير نصف سكان الأرض في مرحلة ما من حياتهم وتكون النتائج عالة طبيعية العلامات والأعراض أعراض البواسير تختلف بين البواسير الداخلية والخارجية ومع ذلك فقد يصاب العديد من الناس بمزيجا من الاثنين ونادرا ما يحدث نزيف دم حاد يؤدي للأنيميا ومن غير المألوف حدوث نزيف دم يؤدي لوفاة الشخص يشعر العديد من الناس بالحرج في مواجهة هذا المرض وعادة ما يلجأون للرعاية الطيبية عند تفاقم حالتهم الصحية البواسير الخارجية تسبب البواسير الخارجية بعض المشاكل الصحية إذا كانت غير متخثرة أما في حالة إصابتها بالخثار تكون البواسير مؤلمة جدا ولكن سرعان ما يختفي هذا الألم في غضون يومين أو ثلاثة أيام أما التضخمات فقد تستغرق عدة أسابيع لتختفي بعدها وقد تبقى زواء الجلدية بعد الشفاء أما إذا كانت البواسير كبيرة الحجم وتسبب مشاكل في النظافة فقد تؤدي إلى التهاب الجلد المحيط بها ومن ثم حكى حول فتحة الشرج البواسير الداخلية عادة ما يصاحب البواسير الداخلية نزيف دموي مع البراز لونه أحمر فاتح ولا يسبب ألم وذلك خلال أو بعد عملية الإخراج وعادة ما يعطي الدم البراز وهو المعروف بالتغوط المدمي ويلاحظ الدم على ورق التواليت أو في المرحاض أما البراز فعادة ما يكون بلونه الطبيعي قد تشمل الأعراض الأخرى إفرازات مخاطية أو كتلة حول الشرج قد تتدلى من فتحة الشرج أو حكى أو تسرب البراز وعادة ما تكون البواسير الداخلية مؤلمة فقط عندما تكون مخثورة أو نخرية أسباب الإصابة السبب الدقيق لأعراض البواسير غير معروف لكن هناك عدة عوامل تلعب دورا بالتسبب بالمرض منها عدم انتضام حركة الأمعاء كالإمساك أو الإسهال أو عدم ممارسة الرياضة أو عوامل غذائية كحمية غذائية قيلة الألياف أو زيادة في الضغط داخل البطن كالاستسقاء البطني والحمد أو عوامل وراثية أو عدم موجود صمامات في أوردة البواسير أو تقدم السن من العوامل الأخرى التي قد تزيد من مخاطر حدوث البواسير السمنة والجلوس لفترات طويلة والسعال المزمن وضعف قاع الحوض على أن الأدلة التي تدعم تلك العوامل قليلة جدا أثناء الحمل يضغط الجنين على البطن وتحدث التغيرات الهرمونية تضخما في أوردة البواسير الولادة أيضا من شأنها أن تزيد من الضغط داخل البطن ونادرا ما تحتاج السيدة الحامل إلى تدخل جراحي وعادة ما تختفي الأمراض بعد الولادة شكرا للمشاهدة لا تنسى عمل لايك واشتراك في القناة شكرا للمشاهدة